خارج إطار الدولة وأقول لنكسة 2014 عدنا جيش رجاء و عدنا حشد موجود و مكافحة الرهاب و أجهزة موجودة ماشي ماشي احنا حشيناها بلقاءات سابقة قلنا ليش يصرون لازم السلاح موجود شوف شوف سمحي سؤال لا لا اسمحي ليش يصرون ان السلاح لازم موجود بقائنا اليوم تشريني لغالويتهم يقول لك يقول لك هو يضم سلاحك و تعالوا يا انتخابات تعالوا يا شاركني التظاهرات ما هي موانة حشيتها في بداية اللقاء مع جل احترامي و تقديري للأستاذ أنا مع تشرين أنا مع جميع متظاهر أقول لك شنون المتظاهر منه أخوي و بنعمي و بنعمك هو المتظاهر منه هذا من بعض ما حشيته في 2019 ما حشيته ما كنتم مع التظاهرات ما كنتم مع التظاهرات ما كنتم مع التظاهرات الأستاذ حشيتها كل شي حلوة في بداية اللقائش قال قال تشرين ليس بواحد تشرين عبارة عن شعب صح ها تشرين عبارة عن شعب تعال أنا هسه أريد أضم صوتي إلى تشرين يابع إذا هو تشرين أول ما نزل قال كلا كلا للأحزاب السياسية كلا كلا للفصائل المقاومة كلا إلى آخره زياد أنا جاي أشوف هذا الضد في عملية اتحاقي مع التشرين أنا شلون راح شلون راح أصلي شلون راح أتحاور معه هذا من باب من باب آخر أنا اليوم إذا أردت أن أكون مع الشباب أرجع وأقول لك هو تشرين منه راح أجاوبك راح أجاوبك سيد الجبوري خلي جاوبك ونرجع من تشرين سيد أنا قلت شعب شعب إعراق كله تشرين حتى مثل شنو وزنهم الآن بالمعادلة على أرض الواقع يعني لأن كثير يقول لك غالبية قادة التظاهرات راحوا بالسلطة وزنهم من عبره والجسر ما ظل سياسي بالمنطقة الخضراء ما لم تشواراته وقعد بالمطار هذا وزنهم هذا مكافية هذا واحد اثنيا وزنهم عمليات القتل التي تمارس لحد الآن أنا بس أحب أنوه إلى مسألة ما أعرف حتى لا يصير لبس وخلط بالواضح الأمور من نقصد السلاح المنفلت نقصد السلاح اللي يقتلنا الاغتيالات المستمرة لحد الآن هذا نسميه سلاح المنفلت نقصده منه ذول السلاح المنفلت هذا واجب الحكومة الحكومة عليها تفرزن وتطلع وتحقق وتلقي هذا اللي هما سموه نفسهم الحكومة سمت الطرف الثالث يعني معقولة هاي الأجهزة المهولة وهذه الإمكانيات الكبيرة جداً تعجز عن إيجاد شيء اسمه الطرف الثالث هاي مشكلة كل الشبيرة أنا من يضمن لي أنه بالانتخابات القادمة ما يطلعوا لطرف رابع أو هو الطرف الثالث يقولون نفس الطرف الثالث رجع صفها هاي العالم وكتل هاي الناس ومارس الضغوط أخي إحنا يعني ما نريد شون تقول نخلط الأمور بطريقة عشوائية بحيث تفيسر أنه هذا مستهدف فلان ومستهدف فلان جهة ومستهدف بس وعود الحكومة التشرين ما حققت منه شيء كل شيء ما تحقق ما شفنا هاي السمكين بس الناصرية بيها تظاهرات اللي صار شنو انتظرون بعد سياسي ينتظرون تشرينيين ينتظرون وقت خلاص جوز البعض من قادتهم أهم قادة التظاهرات اشتروهم بسلطة عذراً لهذا الوصف هذا دقيق مو هذا مو شيء يعني ساب عمار كلام صحيح يقول لك هان ليش يعول عليهم من البداية ما عنده مشروع استاذي الكريم انا قلت لك اليوم تشرين بالنسبة الهفوسة من كافة اطياف والوان الشعب العراقي احنا نرجع ونقول ليش ركزنا على قضية السلاح المنفلت والمال السياسي هذا اني النقطة ليش ركزنا عليهم ركزنا عليهم لانه السلاح المنفلت هذا يقتلني انا وما اقدر اوصل لا القبة برلمان ولا اقدر اوصل لاي حكومة المال السياسي اشتروا بي كثير من الناس اللي هم حسبوا على تشرين بشكل او باخر والي